السلام عليكم مرحبا بكم في كلية العلوم الأجواء دي للدخول الجامعي تتمر في ظروف جيدة وجيدة جدا وخاكي النوع من الضغط على هذه السنة فيما يخص عدد طلب الجدود اللي هم بغيني لتحقق كلية العلوم كان عدنا في المنصة الرقمية اللي هي حتى على صعيد الجامعة كان أكثر من سبعة آلاف طالب الاتحق بكلية العلوم وهذا يعتبر بأنه إيجابي إيجابي جدا حنياتا تنتمنو هذا المعطا هذا دبالي حتى الآن شجلنا ما يقارب تلتالف تلتالف طالب في السنة الأولى في الإجازات العادية الإجازات ديال الفيزياء ديال الكيمياء ديال البيولوجيا جيولوجيا ديال الرياضيات وديال علوم الأرض أيضا عندنا وهذا شي قمنا به وهذا الضغط نتيج أيضا لأنه فتحناه بتشجيل في أواخر السنة الجامعية الماضية بين 19 يوليوز إلى 30 يوليوز ما كانش حضور ديال طالبة كثير بشي تشجلو ولكن كان الضغط في الدخول هذا لأنه فتحناها عودةاني من 15 إلى 13 من الخمسة إلى 14 شوتنبر الآن نتهينا بتشجيل ديال الطلبة اللي هم عندهم باك جديد أي باك ديال سنة 2022 حصلوا على الباك ديالهم السنة الماضية ودبا فتحنا نتشجيل على صعيد الباك القادم وشجلنا ما يقارب 200 طالب جديد اللي هم عندهم باك ديال ما يسمى باك قادم أي قبل السنة الماضية أيضا نقوم بتشجيل مجموعة ديال الطلبة ديال الانتقال ديال مدارس ديال المهندسي اللي تتحقم بعد كلية العلوم ديال تميت وتحضيرية ديال أقصم تحضيرية هذا كل عمل تنقوم بأيضا في هذا الوقت هذا باك دور هذه الأجواء هذه ديال الدخول الجامعي وديالتشجيل تكون في أحسن الظروف وهو جديد الدخول الجامعي في كلية العلوم أولا بأنه ولسمحتي لي أيضا بالنسبة للدخول الجامعي تتميز أيضا بالماستر عندنا تقريبا أكثر من 30 ألف طالب ديال الالتحاق بالماسترات اللي هما تتقدمهم كلية العلوم باش في الآخر تكون عندنا وحدة سجلو تتمكنو من سجيل 1 200 طالب فيما يخص جديد الدخول الجامعي أولين بأنه هذا السنة هذا بأنه حضوري 100% الطلباء سوف يتابعون دراستهم على الصعيد بطريقة حضورية أيضا هناك على صعيد الجامعة درت واحدة القافلة من 4 أكتوبر إلى 20 أكتوبر هذه القافلة اللي هو أخذتك شعار بأن جامعة شاملة مدمجة متمكنة هذه تجعل بأنه تكون فيها مجموعة ديال المحاضرات مجموعة ديال الورشات مجموعة ديال الموائد الموائد المستدرة لتمكن الطالب وبالخصوص طالب اللي هو يليجي أول مرة من إلى إلى الجامعة وإلى الكليات من 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 تأقلهم مع الأجواء الجامعة لأنه تنعرفوا بأن في الجامعة هذه المحاضرات ممكن الطالب من معرفة مجموعة ديال المستجدات مثلا كيف يجب متابعات الدروس كيف تتمرل المتحانة على صعيد الكلية كيفاش يتعاملوا مع المكتبة وفي هذه الخصوصة تقول بأنه تنزف الطلبة ديالنا بأنه تبمى تجديد وترميم المكتبة القديمة ترمى من هنا شهرين تكون إن شاء الله تكون انتهت الأشغال بها وتكون واحد المكتبة من نوع جديد تتلأم مع العصر اللي حنا تنعيش فيه أيضا تنشوفوا بأنه كان أيضا لحناية ولينا تنشتغلوا به داخل كلية العلوم بالرباط هو جميع الشواهد شهادة سجيل شهادة الامتحانات النجاح وما إلى دلكم الشواهد تتعطحها ولأهم بالوابة الإلكترونية ديال الجامعة مبقاش طاليب خاص يجي للجامعة وللمؤسسة باش يأخذت الشواهد هذي وبتالي تنعرفه الطاليب هذا بهذه الإمكانية هذي كان أيضا في دين هذي القافلة هذي نعرفه وكمستجد بأنه الدروس اللغات على صعيد كلية العلوم والتي تتعطى بسقل حضوري ولكني بأيضا العمل بالمنتصار الرقمية لتعليم اللغات اللي هي على صعيد الجامعة هذي كلها مستجدات اللي حنا قمنا بها في كلية العلوم مع بعض الأمور أخرى قمنا بترميم جامعة المدرجات ديال كلية العلوم بالتالي باش تقدر تستقبل هالطلبة في ظروف جيدة باش يمكنهم يتابعوا الدراسة ديالهم وهو في كلية العلوم كلية متميزة فيها تكوينات التمييز كبير ولكني هذي العام هذي السنة الجامعية أيضا كان مجموعة ديال المستجدات بالخصوص على صعيد تكوينات تكوينات اللي هي تتلأم مع سوق الشغل والمتطلبات ديال المحيط الاقتصادي والاجتماعي على صعيد كلية العلوم على صعيد الجهة اللي احنا نعيش فيها وأيضا على صعيد الوطني فعندنا هذا العام زدنا تنقدموا لطلبة ديالنا إجازة جديدة إجازة تمييز في تحيين وفي تثمين المنتجات المحلية عندنا أيضا بأن هذه السنة هذه تنقدموا سبعادي الإجازات المهنية جديدة لطلبة ديالنا بالتالي هذه الإجازات المهنية تتلأم وبتجاوب مع المتطلبات وبانسجام مع الفعائلين الاقتصاديين واجتماعيين اللي هم محيطين بالجامعة أيضا كلية العلوم هذه السنة هذه مرنا من 24 ماستر إلى 32 ماستر و32 ماستر أيضا تهيئة تستجيب إلى متطلبات المحيط وهنا يمكننا نقول بأنه المتطلبات الوطنية تتجاوب مع المهن الجديدة للمغرب وأيضا تنسى تشرفوا حني كجامعة شنوما التحولات والتعييرات اللي يمكنها توقع على صعيد الاقتصادي وتعلى صعيد البحث العلمي أيضا وتنقدموا تكونات في هذا المجال لهذا فإن كلية العلوم تتقدم 42 ماستر اللي هو 32 ماستر منهم 8 ماسترات اللي هما جداد لأنه أول مرة هذين نقدموهم وهذين نقدموهم للطلبة دينا أيضا كين واحد الجود قمنا به اللي بأسابي وهذه تنظن بأن خطوة أولى وإن شاء الله هذه تزيد تقوى وتعزز فيما بعد ودير تكويل المستمر هذه السنة هذه تنقدم 11 ماستر 11 بين شهادات والديبلومات فيما يخص تكويل المستمر اللي هي ديبلومات جامعية اللي هذه تمكن وبالخصوص شهادات تكويل لمدة شهرين تتمكن من المتعلم بأنه تكون عنده مجموعات هذه الكفاءات لها في صالح أهدته تنقوم به مع تجاوبين وتناغمين مع الشركات ومحيط الاقتصادي على صعيد مدينة الريباط والجهة كلها تنقوم بهذا العمل على صعيد كلية العلوم